ملا علي شلونك صباح الخير يابد راح احتي بصوت واطي لانه جيراني انجليز والساعة اربع وربع هس تخبرني وتسألني ايش اسئلة هو انا شنو اينشتاين تشايفني اينشتاين يا بدي امزح بياك ملا علي اخويا وحبيبي صديق الطفولة يا ابا ملا علي لا تنزعج بس اخويا العلماء لحد لا اقصد العلماء يعني العلماء مو اقصد الملال مثلك او القسسة او بعض الشيء اقصد العلماء العلماء لحد الان ما وصلين الى قناعة قطعية بانه انه اكو هناك روح معرفون اكو الروح ما اقو روح هل هناك عقل ام هأ ام ام ان الدماغ نفسه دماغ نفسه هو هو العقل وانت كمتدين انا تفهم موقفك معظم المتدين جميع الديان يتشيحشون يقول ان اقو روح لكن احنا من قدر نشوف الروح مثل ما العلماني ما يقدر يشوف الالكترونات او الاشيعة او الكهرباء لا 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 يا حبيبي يا ملعلي انت غلطان ملعلي انت غلطان اخويا انت تقدر يشوف الاشيعة وتقدر يشوف الالكترونات اشلون في الادرينة اشلون اشلون يا با اشلون يا با تقدر يشوف القفال الالكترنات اخوي يا حبيبي ملعلي هس انت ما تقدر يشوفني انت ده تشوفني! من خلال ايش ده تشوفنيf انت ده تشوفني اما من خلال الفيديو او التلفزيون او ما يشابه ذلك? ما زين? وهذا الشنو? اه 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 هه هذي الكترنات. هذي كهرباء. هذي الشعة. الشعة بعيدة تجيلك. شونه هذي? كهرباء. شفتني ولا ما شفتني انت شفتني عندما شفتني انت شفت الكهرباء مو بس شفتني من خلال الكهرباء من خلال الالكترونات من خلال الاشياء انت دا تشوفني زين يعني كلامكم كلام الروحانيين انا تفهمه ربما انه يوم الايام انتوا تثبتون انه اكو روح او العلماء يثبتون اكو روح وربما ما تدعون تثبتون لأن المسألة كلها نسبية والعلم ما أخذ المسألة بمسألة نسبية أما أنتم المتدينين ما أخذين قطعين 100% كلامنا خلاص ما أكو شي وأنت صاحب ديانتك تقول هذا الشي والمسيح يقول نفس الشي واليهود يقول نفس الشي والهندوس يقول نفس الشي كلهم قطعين 100% ديانتنا وكلامنا وإحنا الصح وكلكم تتناقضون كلامكم ومعتقداتكم معظمة تتناقضوا المنطق والعلم إيش دون يا أخي أنتم تريدون واحد يؤمن بيكم أنه يتشعر على القطرة من دون أدلة من دون إثباتها ما تصير يا أخوي هس مثلا إذا أنا رح أقول لك رح أروح لسكيمو الأسكيمو هذي بالقطب المنجد بالشمالي بالنسبة لك مو شي غريب لأنه أكو ناس من الأسكيمو يعيشون تشوفهم أكو تلفزيانات أكو برامج يحيشون على الأسكيمو أكو جرايد أكو مجلات أكو كتب حول أسكيمو يعني الأسكيمو واقع هو أنا ما رح لسكيمو ما شاب لسكيمو بس أصدق أنه موجود ليش؟ أنه كل هذه الإثباتات موجودة زين؟ أكو إعلام أكو طائرات هذه كلها موجودة بس أنت شلون تقدر تقنع واحد أنه تقول لي أنت بعد ما تموت هيتش راح يعذبوك وعذاب القبر هيتش ومادري إيش وهيتش راح يصير بيك والنار والجهنم ومادري إيش العلماني حتى غير العلماني أنت متقول لي هيتش الشغلات أوتوماتيكيا تلقائيا عشرات الأسئلة تدخل برأسها شلون ليش صدد تشذب أمتى وينكو برهان وينكو شاهد وينكو دليل هذه الأسئلة كلها تطرح نفسها حتى المؤمن المؤمن بخوف يعني مدربين أنه يخاف من هو صغير خاف 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 لا تسأل لا تسأل بس حتى هذا أحيانا يسأل هو خايف ويسأل لا راح أبطل ما راح أسأل إذا أسأل الشيطان راح يتغلب عليها هذا ما تصير مثلا ما تقدر تقنع العلماني أو واحد يكون يفكر بشكل حر تقل ما عندي دليل ما عندي مدرك ما عندي أي برهان بس إذا أنت تموت حسب إيماني حسب عقيدة أنت هجو 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 راح أصير بيك تشرح للقصة كاملة هذا راح يقول لك وين أكو دليل وين أكو إثبات بعدين أنا ليش راح أصدقك أكو أربعة آلاف ومئتين ديانة أخرى يقولون نفس الشي فأنا شتون أعرف أنه أنت على حق والبقية على خطأ البقية على حق وأنت على خطأ زين يا با طولتها تصبح على خير وقمت أحش بصوت عالي وجيراننا إنجليز وباتشر راح يجون يشتكون علي يلا يا با اليوم اثنين سبعة الفين و خمسة عشر مور وطعش لندن نوروز ترجمة نانسي قنقر